اشتركوا في القناة 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 واغلبية الشخصيات دي بتبقى طيبة جدا بتبقى طيبة جدا وجدع جدا لكن للأسف في المجتمع دلوقتي بتتصنف ان هي شخصية عبيضة بتاخد على دمخها طول الوقت وانت السبب انت السبب انت اللي طيب زاد على اللزوم انت اللي جدع زاد على اللزوم وتلاقي المجتمع كله حطه في اتهام مع انه اجدع شخصية ممكن تقابلها في حياتك نفس الحكاية الشخصية العملية الشخصية العملية على قد ما هي شخصية نكحة شخصية عقلة بيفكر بدماغه يعني ما بيبقاش متهور ما بتبقاش شخصية متهورة لا بيدرس كل حاجة بالورقة والقلم طب انا داخل مشروع طب انا زاكرت المشروع ده عملت دراسة جدوى واحد اتنين تلاتة تلاقيهم بيفكروا بهدوء وبياخدوا فترة ووقت بياخدوا وقتهم تماما على بال ما ياخد القرار على فكر دي برضو شخصية نكحة وشخصية محبوبة جدا لكن لو عشرة شخصية عاطفية جدا هنا بتبقى المشكلة العقل ولا العاطفة الشخصية العاطفية هي اللي نكحة اكتر في حياتها ولا الشخصية العملية اللي بيحسب كل حاجة بالورقة والقلم طب دي نتعامل معاها ازاي ودي ايه سلبيتها يعني الشخصية العملية دي ايه اوحش حاجة في الشخصية العملية لان دايما بيوتهمة يعني بيجي له اتهام بيبقى متهم بصفة الانانية الشخصية العملية دي طول الوقت يقول لك ده اناني ما بيفكرش غير في نفسه دي ستة انانية دي بتفكرش غير في شكلها والميكاب وشعرها ولبسها مع انها شخصية عملية ونكحة في شغلها طب هل الشخصيتين دول لو تقابلوا مع بعض هل هينجحوا طب هل المفروض الشخصية العاطفية دي تبقى عاطفية بس بشكل مقبول ازاي وتبقى نكحة ازاي احنا النهاردة هنزبط البهارات هنزبط الوصفة ازاي تبقى شخصية عاطفية جميلة ونكحة بس ازاي تتعامل في حياتك وازاي تبقى شخصية عملية برضو وناجح الاتنين مع بعض ميكس دونت ميكس النهاردة هنتكلم عن ده ويكون معايا ضيفي اللي هينورني معانا في الستوديو النهاردة الاستاذ يحيا فؤاد استشاري العلاقات العاطفية والأسرية واستشاري العلاقات عمومة في حياتنا كلها واللي دايما بيكون عنده الجديد والغريب ويديك الباسورد كده لحياتك في ثلاث ثواني دقائق مشاهدينا ويكون معانا ضيفنا في الستوديو خليكم معانا انا بفكر بشكل عملي لاني بحب أخذ قرارتي بعقلي عملي وانا شرك حياتي عملي برضو انا والمدامل احنا الاتنين منفكر بشكل عملي يعني احيانا شكل عملي احيانا شكل عاطفي بس في الكرارات بيبقى اكيد عملي انا بفكر بالاتنين يعني فيه وقت ببقى عاطفي فيه وقت ببقى عملي انا بالنسبة لي بفكر يعني عملي انا بشوف مثلا حياتي ماشية ازاي وابتدأ رتب أولويات عليها انا من ناحية عاطفي عاطفي شرك حياتي يكون بيحب الشغل اكتر بيحب ان هو يعني يكتهد اكتر بالنسبة للشرك حياتي يعني عاطفية برضو وبتفكر برضو بطريقة عملية شوية طبيعة اي واحدة فبتفكر بشكل عاطفي فعكس الراجل يعني شرك حياتي عايزان شبهي اللي هو بقى فيه وقت بقى فيه عاطفة وفيه وقت بقى فيه جد وفيه حاجة يعني زي ما بيقولوا ايه كل وقت وليه وقت لا هو مش بيعمل اي مشاكل ولا حاجة بس بيكون لازم نكون متنسقين مع بعض في التفكير لما احنا الاتنين بقى منفكر بشكل عملي ده يسهل الحياة بيننا يعني هو المفروض يعني الراجل بيستوعب ويحتوي شركة حياته المفترض يكون فيه توافق بين الاتنين في العقل لان لو ما فيش عقل ما بين الاتنين او فيه توافق بين الاتنين عمر الحياة ما هتكمل معه مقابس لو هو بيفكر بشكل عملي مثلا نظر انه هو اللي بيقد الحياة بينه وبين بعض وبيدبر ظروف الحياة بينه وبين بعض في المقابل المدام هي بتفكر بشكل عاطفي المفروض هو يستوعب ده اخدش الامور عصبية ما باخدش الامور بالطريقة دي اخد رأيها هي تقول لرأي كذا 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 وبعد كده افكر بقى في القرار افكر في رأيها اذا كان وقياه صح ولا اذا كان وقياه غلط ويرجعنا لكم مشاهدينا ومعانا بقى في الستوديو نورنا استشاري العلاقات الاسرية الأستاذ يحيى فؤاد يحيى ازايك؟ ايباني ازايك عام لك الحمد لله تمام دايما بيكون ليك طالة مميزة معانا في يوحكى أند الله يسعدك وبنختار لك المواضيع الصعبة دي حقيقة يعني سبيسي جدا مواضيع السبيسي اللي دايما بيبقى ليك فيها رأيي الناس كلها بتستنان انا بشكرك بجد لان المواضيع بتاعتك بجد انا ببقى مبسوط وانا قاعد لاني بتطلعي حاجات يعني ما بتطلعش اللي عندك الصندوق الاسود دي حقيقة اهلا بك معانا يا يحيا وانا يدخل على طول في موضوع الحلقة النهاردة يمكن في التقديم كنت قاعد معانا في الاستوديو سامة الشخصية العاطفية والشخصية العملية يعني أنا ساعد باب عاطفية جدا في اوقات وبيتهموني بان انا سازجة سازاجة اللي هو انت كل حاجة بتفكري بعواطفك انت مشاعرك غلبة على كل القرارات حياتك وكتير قوي حسيت فعلا أنا غلط وفيه شخصيات تانية نكحة جدا في حياتها بس يقولك ده شخصية عملية ده ما بيهزرش ده ماشي حياته بالورق او القلم خلينا الاول نتكلم على سمات الشخصية العاطفية ايه احسن حاجة فيها وايه اوحش حاجة في الشخصية العاطفية وبرضو نقضها الشخصية العملية خلينا فاجئك بحاجة مهمة ايوة فاجئك ان ما فيش حاجة اسمها ايه ايجابية بتاعت العاطفية ايجابية بتاعت العملية فيه اتنين محتاجين بعض بيعرفوا يتعاملوا مع بعض يعني لو انت قاعدة في وسط ناس عاطفيين فانت بالنسبة لهم واو انت شبهنا شبهنا مين اللي بينتقدك الشخص العملي اللي باخد كل حاجة بقولك ايه ولازم باتقان ولازم بمواعيد وبمعايير معينة ده شخص بيسموه عملي وبيشوره عليه ان هو ناجح مع العلم ان هو ممكن يكون فيهاش العاطفية صح بس هو ناجح في الشغل ناجح في ادارات حاجات تانية بس نادرا لما يبقى ناجح عاطفيا يحيى فؤاد يحيى فؤاد انت جيت على الحتة بجد اللي هو فيه شخصيات مرموقة جدا في المجتمع صح ووصلوا المناصب عالية جدا جدا في شغلهم صح وتيجي تقعد مع امراته بتعيط وهو فاشل عاطفيا تماما في البيت وفاق ومع عياله يعني طول الوقت بيشتكوا منه ومع انه بره بيمجدوه يعني انه لسه متكلف بالموضوع ده اه عاملينه اله دي حقيقة هو ممكن يكون مدير في شركة او صاحب شركة او رجل اعمال كبير جدا وناجح جدا يعني وفوق الوصف سوبر حال بس هو فاشل عاطفيا صح هو بيعرفش يدي مشاعر هو يعرف كويس جدا ان يجيبلك احلى هدايا وعشان كده مين اللي بينفعيش معاه الشخص اللي بيحب الجفت اللي بيحب الهدايا الهدايا اللي هو دايما طول الوقت ايه مبسوط بالشنطة السينية بالسفرية هو بيعرف يعمل كده اه فبعرفش يدي مشاعر مشاعر حقيقية فعشان كده في حد تاني ممكن يقولك ايه تغور كل ده ما هو هنا بيعوض هو عارف ان عنده خلل في المشاعر لا فبيجيب هدايا عشان يعوض ان هو ما بيقولش كلام حلو هو عارف كويس جدا ان هو مو عندوش حاجة وحشة اه يعني هو حاسب بنفس ان هو بيرفك بس هو بيعامل ايه اه بيعرف يدي اللي بيعرف يديه اه هو بيعرف يدي اللي بيعرف يديه بس اه فهو بيعرف يديه هدايا يعرف يديه فلوس لكن ما يعرفش يديه مشاعر تمام هو سفر مشاعر فهو تربى في بيت اتنشأ في بيت عملي جدا يقدسه الحياة العملية جدا ومعندهمش مشاعر معندهمش هزار بيجي لي ناس بيتكلم معها تقول لي انا بستغرب واحد ست بقى في الحطة العطفية اه تقول لي بستغرب جدا من علاقة زوجي بمامته اه قايت لي ممكن يكون مسافر شهرين ثلاثة في سفر ويرجع وكأنه كان نزل يجيب حاجة وجاي عادي خالص اه تحب تفتر معانا ولا قايت لي مفيش احضان مفيش وهنا المشكلة اللي احنا كان معانيا النهار فيه ست اتولدت وعاشت في بيت كل حنية واحتواء والترابيزة اللي بيعودوا يفتروا عليها ويأكلوا عليها اتربت في الحميمية دي اتربت طول الوقت ان بابها واخدها في حضنه وعمال يدلع فيها ويبصها وراح وجاي في الصالة واخوها طول الوقت معاها وقاعدوا في القضاء مع بعض وبيذكروا مع بعض وبيتكلموا ويسألوا على بعض ويسألوا على بعض ولو حد مثلا غاب ويجي يفرحوا بيه صح؟ فيه أسر كده متربطة قوي قوي وبتغلب عليها حتى روح الفكاهة لأن أنا متربطة عكس زي ما انت بتقول يعني بلاقي حد مرتبط قوي كده ببنته وبيهزر وبيضحك وطول الوقت بيسأل على بنته في التليفون فالله هو ايه القاب الجميل ده ايه بتيجي بقى الست دي يجيبوا لها عريس فيجيبوا لها أعظم دكتور والأعظم مهندس جايب كل حاجة تربى في البيت عملي جدا ماما دكتورة بابا دكتورة اوه طفر صح فعمليين عواطف ايه وبتاعنا عندنا شغل وعندنا عمليات وعندنا لازم ننزل فيبقى فيه جهب انا محتاجة تركز معايا انا محتاجة هو شايف ان انا بنجح في شغلي فده انا جح للأسرة ليه لانه هو تربى في بيت ابن الدكتور فلان وابن المهندس فلان وابن السيد المستشار فلان وابن الزابط فلان ما فيه فيه بعض المهن بتبقى فده بالنسباله ده حاجة كبيرة جدا طبعا حاجة كبيرة جدا كمنصب لكن جوه بيتك فيه فشل ليه لان انت مدتش اللي الست محتاجاه او الزوجة محتاجاه مدتش اللي يقدر يخلي بيتك عايش فيه توازن لان اصلا اصلا هو ما عندوش توازن لو عندو توازن البنى ادم المهو توازن هو شخص عملي وعاطفي انا بنزل اشتغل بس برجع احده ولادي وبأحده مراتي وبهتم بيهم وبركز معا هو ده التوازن العملي والعاطفي هو اكستريم اي حاجة امان فيها اكستريم فيها خلال عشان كده بتلاقي بتلاقي راجل شخلانة مرموقة جدا وحاجة كبيرة جدا في المجتمع وبيصرف على بيته ومراته وولاده خليهم احسن عائلة في الدنيا بس بتلاقي اكبر نزهب طلاق وخارس زوجي ومشاكل جوه البيت في البيت ده معين تيجي مثلا تطلق اللي سيت تقول هو حد يسيب بفلان ده عاملك كل حاجة انت ازاي سيبتيه ده مفهوش غلطة هي الوحيدة اللي حسب بالحرمان العاطفي ده اللي هي الغلطة اللي الناس مششايفها الكلمة اللي هتقولها لها تعالي عيشي وجربي ايه هي الفكرة فين تعالي قادي مكان برافو عليك احنا شايفين من برا دايما احنا بنبقى شايفين الشكل العام من برا لكن من جوه احتياجات الاسرة دي اللي بتنجح ايه اللي بينجحوا اللي هم العمليين زي ما قلتلك في ست موافقة جدا ان انت تسافر وتروح وما تقولش اي حاجة بس هتجيب لي الفيلا الفلانية وهتجيب لي عربية الفلانية واتش فاين انا تمام ودي ستات اللي غالبا بتوافق ان جوزها يتجاوز عليها عادي جدا عادي جدا ولاقيها هادية وبردة جدا ازاي خليتي جوزك يتجاوز عليك ما هجيب لي كل حاجة يعني فدي شخصية عملية بقى ستة دي برافو عليك دول متجنسين مع بعض اللي تعبان مين الشخص العاطفي اه اللي عايش في بيت في احتواء وفي حنات تقولك انا مش عايز حاجة انا مش عايز حاجة بجد انا عايز احتواء انا عايز اهتمام انا عايز راجل يهتم بي وفي ستات بقى العكس في ستة عملية جدا مع راجل اتربى في بيت في حميمية واحتواء وحضنه وام بالطبطب وده بيحس متجاوز واحد صحبي اه مين الستة دي دي مش ستة بتبقى لهش ستة بتبقى مين ده ستة بشنب اه اللي هي عملية جدا وطف جدا وبقولك ايه ماينفعش ايه الدلع ده هي شايفة ان المشاعر دلع لان هي تربط في بيت جامد نرجع للتربية ايمان احنا بنربع عيالنا ازاي هتربع عيالك توازن امتى تعرف تشتغل وامتى تعرف تبقى عملي وامتى تعرف تقول انا بحبك وتحتويه وتحضنه مفيش راجل بيعاية لا فيه راجل بيعاية ينفع الراجل بيعاية ينفع يبقى عندنا مشاعر فكرة ان الراجل مش بيعاية مشاعر زي ستة بالظبط ما كانش ربنا خلقه بمشاعر بدموع وش معنى بنشوف الراجل بيعاية على وفاة والدته او والده يعني طب ما هنا بيعاية يعني حزينة او طب ايه المشكلة بيعاية على اي موقف في حياتي لا ده انت بتاعات اجمد يعني ايه اجمد يا عم سبني سبني احزن سبني اعبر عن مشاعري هي عندنا فكرة ان الضعف ربطو بالمشاعر ودي من اكبر المشاكل اللي اتعاملت في حياتنا كلنا كرجال ان انت ماينفعش تبقى مش قوي لا ينفع اقول انا تعبان ينفع كراجل اقول انا مش قادر ينفع عيط ينفع اقول انا مجهد ينفع اقول انا تعبت فكرة ان انا ترفض وما يتقالش علي راجل او على فكرة انت مش راجل لو لو تواجعت ماينفعش او ساعات يقول انت مش راجل انت انت روحت صالحت امراتك وجبت هدية وبتاع ده كده هي هتاخد على كده انشف كده وخليك ناشف بس امان لازم 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 ننبه بحاجة مهمة يعني انت اللي هتكلمها يعني انت اللي هتروح تجيب هدية وتروح تصالحها تب شكلك يقول دم اميتها وبابا لا 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 كده هياخدوا عليك يقول عليك شخصية راجل طاري لا لا ماينفعش تعمل كده خليك ناشف فبرضو دي حاجات بتخلي الراجل جاحد يعني بقى الراجل شوية فيه سنة عاطفة بيستخدمها هم يحولوها لجحود انا عايزة روح يقاح في حتة مهمة قبل دايما فيديوهاتك بتدعم البنات والستات يعني دايما من اكتر الناس اللي حاسس بمشاعر الست ومقدر مشاعر الست ودايما بشوفك بتدلع زوجتك الجميلة وولادك وربنا يحمهم لك يا رب يعني بتابعك كل السوشيال ميديا بتاعتك فعشان كده انا دايما بتكلم على مشاعر الست معيح يا فؤاد وانا مرتاح الست بقى ممكن تكون خارجة من بيت عشان كده بقى يعني انا هكسر حتة معلش التربية وقول لي انت معي ولا مش معي ركز بقى يعني انا ممكن اكون خارجة من بيت حنين طيب في مشاعر وفي حب بيرفرف في البيت 24 ساعة وبعد كده اتجوزت جوزي مش بالحنية الاهلي ربوني عليها خلاص فانا ابتديت انزل للشغل ابتديت اشتغل انزل لحال عملية فابتديت اتخبط يمين واتخبط شمال وقع وقمت هنا اقف على رجلي واجيب فلوس هنا وساعت جوزي وبتاع فابتدى شوية ها هرموني الانوسة يتأثر لان انا جوزي محتاجني محتاج اشتغل وساعده في البيت فابتديت اصرف معايا على البيت ابتدى انت برضو ايه العادي ما هو ده عادي ما ولادك محتاجين وكذا فابتديت ادوس بنزين اكتر المطور يشتغل فوق طقته عشان اقضي البيت وولادي وانا انا ست برضو لازم ابقانك حف شغلي خلي بالك الست بتعمل دبل افرد ان انا لازم ابقانك حف شغلي جدا ولازم ابقانك حف بيتي جدا صح بعد شوية يعني انا اتشافت ان انا ستة عملية قوي وان انا ماليش في المشاعر لان انت انت كزوج كراجل رميت علي معظم مسئولياتك انت لمفهوط تعمله صح وييجي بعد كده ممكن اتلام كست هو ايه المشكلة ما انت اللي بتعملين ده طبيعي ممكن ابقى طول النهار بشتغل برجع تعبانة هو انا امي كابتحضر لي الغداء وكابتح تستنيني انت لقى ليه صح طب انت مش شايف ان انا بشتغل وان انا بجيب فلوس وان انا ستة عملية جدا وان انا بربي الاولاد فليه دايما الستة العملية اللي نكحة في شغلها ونكحة في بيتها جزها طول الوقت يكسر مأدفة واللي حواليها انت مش مفهوط تعملي كده انت مش مفهوط تشتغلي عودي في البيت ويسرف عليكي طب ما انا شايف ان هو ما يحتاجني ان انا اشتغل هل دي جدعانة ولا طيبة بتتقلب بسازاجة ولا التركيبة دي ليه بتتحول ان انا دايما بتلام طب اول حاجة خلينا نقول ان الستة اللي انت تكلمتي عليها دي بتبقى عايزة تثبت نفسها باي طريقة لان ما معهاش الشخص المناسب اللي حسسها بكيانها من غير شغل فابتدت انا بسكت يعني بسكت فابتدت تدور على حاجة تحسسها بكيانها واحد اتنين ابتدت تحل الخلل اللي الراجل اللي معاها اين بي يعني هي عايزة تعيش في مستوى كويس جدا وهو مش مديها المساحة دي هو بيشتغل على القد او هو بيعمل على القد معندوش طموح ممكن تكون فرق طموح هي عندها طموح جامد جدا وعايزة تكون حاجة وهو معندوش ده فتعمل ايه تعمل الاوفرد ده وتعلي جامد جدا 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 عشان توصل للحتة اللي نفسها فيها واحلامها فيها تعمل تمام فبقى فيه فرق سرعات بقى فيه راجل عنده اعتمادية على الست لان هي مش مفرقة وهي شايفة ان ده جوزي فعادي فتمام تمام فالمصيبة اللي بتحصل ايه ان الست دي هرمون الزكورة عندها بيعلى قوي يا حقيقة فبتبقى الست مموميت راجل ايوة فالست مموميت راجل اوتوماتيك اللي بيعيش معاها راجل للأسف اعتمادي وابتدت الزكورة تقل عنده والانوسة تعالى بمعنى ايه ابتدى يريح وابتدى يعتمد عليها وابتدى ان هي خلاص انبسط اه اه وهي ابتدت كل ما بتدي اكتر كل ما بتحس بكيانها لان الست عايزة تحس بالكيان اه فبتاخده من ايه مش واخدام الراجل من شغلها ايوة من صرفها فبتدي جامد تدي جامد تدي جامد لحد ما بتوصل لخلل كبير جدا ليه يا ايمان لما بنبعد عن الديفولت اللي ربنا خلقك عليه بيحصل خلل في حياتنا كلها ليه سوابة الحياة الديفولت بتاعي من الراجل الراجل والست لو مرجعتيش لانستك جسمك هيطردك صح بأمراض وبتعب وبإرهاق وبأمراض بجد صح ليه بيقولك فوقي انت أنسة انت أنسة هيفضل يحصل كده لان هيحصل ايه في الآخر انت ممكن ما تتشكريش وفي الآخر هيتشاور عليكي وفي الآخر للأسف للأسف هيحصل مواقف ممكن تبقى بسيطة بس للأسف هتوجعك يعني ايه يعني انت ممكن تتعبي وتلاقي الراجل اللي معاكي من السنة فهتوجعك بتوجع لما الراجل فعلا تحس الست انه هم السنة تحقيه في حياتها دي بتكسرها بتكسر اي ست خصوصا اللي بتشتغل خصوصا اللي هي وقفة في ظهره ادعمة برافو عليك ادعمة وعلى فكرة هي مش غلطته ايه هتفتكر ان هي غلطته انت اللي قعدت تدي جامد بدون حساب ده درجة انه افتقرك ماما اه فاعتبرك مكان أمه وانت حبيت الدور ده انت شريكة في الجريمة دي وتخيل بقى معظم الرجالة اللي بيسبها ويروح يدور على غيرها بيروح يدور على الانسة الغلبانة الطيوبة اللي هي محتاجة له في كل حاجة محتاجة في كل حاجة انت بتصرف علي يا ربنا اخليك ليا وانت كل حاجة بابا وماما فتلاقي الراجل يسيب الست الجدع اللي انا رفضة بمئة راجل دي اللي هي بمئة ألف ستة في بعض ويروح لوحدة ضيفة جدا ما تقومش حتى تجيب له كوبايت مية بتفرج عليها في وقتها انا بقول لها حضرتك يعني يا حيب وانت حاسس بينا لقيدني من ضمن المعلومة اللي خضتني في يوم الايام الراجل اللي بيخون ومش عارف هو بيخون ليه هو بيدور على الانسة لان الستة اللي معاه هي في مقام أمه لان هي عطاء بس وهو تلاقيه بيقولك انا مش عارف انا سبتها ازاي هو ما يعرفش واخنها ليه في جملة دايما بتتقال الستة اللي بتوقف قدام جوزة تقول له انت خنتيني ليه انا مقصرة معاك في ايه فهو بيرد اجابة انا مش عارف انا عملت ليه كده هو فعلا ما عندوش اسباب ليه لان هي مش عارف يفرق بين الستة اللي بتديله عطاء وبين الانسة اللي قبلها زي اللي انت قلت عليها اللي هي بتطلب منه حاجات فابتدى تحس برجلته حسسها برجلته الله ينور عليك فبيروح لده حتى لو هو مين دي هو بيتفاجئ يعني هو يعني مش خيانة اللي هو انا رايح بخيانة اه انا فاعمة عشان كده احنا النهار ده بننبه بقى بننور جهاز الانذار عند الستات اللي هو يعني خلينا نطلع فاصل ونرجع نقول البهاريس بقى يعني مادام انت ست بتحب جوزها وبتحب بيتها وبتبقى ست جدع جدا بس ازاي تكملي ازاي تكملي صح عشان انت دايما حياتك ببوز بسبب اخلاقك الحلوة بعد الفاصل برجعنا لكم مرة تانية مشاهدين ولسا بنتكلم على الشخصية العاطفية والشخصية العملية او بمعنى صح هرمون الزكورة وهرمون الانوسة لما بيجتمعوا في ست وراجل ازاي يتعاملوا صح بسوابة الحياة اللي ربنا خلقنا عليها انا انسة وجوزي بيحبني جدا بس انا شخصية جدعة جدا وشخصية عملية في نفس الوقت مش هفصل العاطفة عن الشغل والحياة العملية لكن زاي ما قلنا قبل الفاصل ان احيانا الست دي بتقع في خانة ان انت ست بألف راجل ولا بمئة راجل فبيبتدي الراجل يبص النحط تاني يعني بيسيب الست الامر دي الحلوة دي اللي في حياته ويبتدي يبص بقى يدور على الانسة فاعمل ايه عشان الراجل ميروحش يدور على ست تانية انسة معين انا يعني ملكة الانوسة بس هو بش حاسسة فيه طيب خلينا خلينا بلاش ايه يعني اننا معايشين الست في خوف ورعب لو عملتش كده هو هيتجوز على يعني بلاش تبقى الحتة بتاعت ايه ما بحبش الحياة بالخوف بالخوف انا عايشة خايفة او انا بعمل ده بخوف خلينا نقول بمنتهى البساطة تعالى نرجع للفطرة اللي رب خلقك عليها اوكي بهدوء كده ودايما نبقى واخدين بالنا هو اللي انا بعمله ده دوري ولا دوره تمام ده ابسط روجيتة نمشي عليها ده سؤال كبير علامة استفاهم كبيرة ده مسهل طبعا اللي انا بعمله ده دوري انا كست ولا دوره كراجي ولا دوره هو كراجي برافو عليك هنا بقى نعرف نتكلم ونحض حدود اوكي انا النهاردة متفقين يعني فيه راجل مثلا ممكن مراته بتعمل حاجة وهو بيعمل حاجة تمام فكرة ان الراجل بيساعدني في البيت اه حلوة بس هو ده مش دوره بس بيعمله مساعدة تمام بس اوة اعتدي عليه والعكس والعكس انت بتعملي حاجة مش بتاعتك بتاعت الراجل فاوعي تعتدي عليها المشكلة اللي بتحصل ايه ان احنا بنعتاد على ده وبنتحسب عليه بس ده غصبنا عننا يا يحيان لا لا ثانية واحدة بس ماشي بصي اعمالينا عشان نبقى طحين ماشي ما انا هقولك الحياة المرة ما انا هقولك ها ما انا على فكه انا عايش معاك عايش في الكوكب هقولك الحياة المرة ماشي الفكر هنا فيه فيه فرق بين ان ان انت لما ييجي راجل يعمل حاجة لمراته ويخسل مواعين ولا يساعدها في البيت يتقال له شكرا قطر خيرك انا عارفة ان ده مش دورك اه وانت بتعمل ده لمساعدتي ده كده تمام يعني احنا ده مش دورك غير لما واحدة تيجي هو انت ليه ما عملتش الغسيل هو انت ليه ما عملتش مش عارف ايه هو انت لا ما هو انت انت بتحسبهوش كده ماينفعش لا اكيد مفيش ست بتحسب بيحصل لا لا بيحصل والعكس بقى العكس والعكس لما تيجي ست بتعمل دور مش دورها لازم تتشكر يعني النهاردة مثلا حد انا بشتغل وبدفع مصاريف الولاد في المدرسة اه ست ايما ده اللي انا جاي عليه بقى حضرتك ده دورها عايز اتكلم فيه ده دورها لا طب الراجل معه فلوس بس اعتاد ان الست هي اللي تعمل كده ماهانا بس عايزة دافع للحتة دي الستات لما بتتجاوز وبتحس ان هي لسه في الاول وبتساعد ده مش زنب ان انا بساعد يعني مش زنب الست ان هي حاسة بجزء وعايزة تساعد وساعد بيبقى فيه ست عايزة ولادها يبقى في مدارس احسن فبتضطر برضو وتدفع معاها مصاريف المدارس طب انا ساعد خلاص وبقوم بدوري في البيت وبطبخ وبنظف وبذاكر وبنيم وبحمي وبعمل كل حي الستة الطبعية طب انا برضو مطالبة ان انا اروح اوادي المدارس واخلص شغلي واجري اجيب ابني من الدرس واخلص بسرعة عشان اوادي بنتي عينة فاواديها المستشفى بس هو بيشتغل فمش فاضي طب انا بيرمي علي ادوار مش دوري بس ما بقدرش اتكلم يقول لي اما انا مش فاضي يا دايما الستات بتواجه كلمة اعملك ايه ما انا عندي شغل وانا مش فاضي حل فهي مضطرة تشيل كل الادوار دي غزب نعانا طب نعمل ايه طيب هلا اقول لأ هلا اعترد بصي النهاردة خلينا واقعين شفتين انتي استي للست بتعمل عشرين حاجة اه والراجل قالك حاجة واحدة انا بشتغل اه هل تفتكري العلاقة دي متوازنة هل معلش يعني خلينا بس ايه ما قالاش ايه متوازنة هتودينا الفين هتودينا العيال عاملة ازاي هتودينا الحياة عاملة ازاي ومشاكل بقى في البيت 14 طب هل دي هل اللي خلقك خلقك عشان كده لا هل الدنيا يعني معلش بالراحة بس عشان ايه انا معين عندكم مبررات كتيرة جدا كست عملية وبتشتغل وانا هعمل ايه ومضطرة وبشوف التعليقات ايه هل دي حياة نطلع برا كده ترضيها على بنتك لا بأمانة لا ترضيها على ابنك لا انا هقولك في الاخر انا بقول لي بنتي ايه هقولك في الاخر انا بنصح بنتي باي الفكرة هنا انت مش داريان على فكرة انا عايش معاكم وده موجود وبقوم بخمس ست سبع ادوار رجولة مش ستات بس ايه الفكرة هنا فين انا محتاجي النهاردة نستوعب بعض ونقدر بعض وهي دي الفكرة ايه انا راجل عملي بشتغل 18 ساعة حلو بنعمل الكلام ده باتفاقه مقدرين بعض ولا كل واحد بيعمل اسقاطعة تانية لا هو على فكرة حتى لو الست بمولعش تصعبها لعشرة شمع وبتروح لمامته بتاخد مامته بتوديها للدكتور ويوم الاجيزة هي بتوقف تطبخ لمامته واخواته لا بجد الست بتعمل حاجات كتير قوي بس هو في الاخر بلاقي في اسقاطات يعني كمان اللي هو يعني اللي انت بتعمليه زيادة عن اي ست يعني ما اي ست مكانك هتعمل كده يعني هي بتولام طول الوقت ان هي برضو شايل المسؤوليات يا يحيان طب هلا انا بأمل للأول انا لو بنتي مش هوافق صحي كده انا لو بنتي هتطلقها بجد انت تستفزتيني جد ايوه انا لو بنتي مش هقبل انا لو بنتي مش هقبل تقعد جنب احسن صحي كده بجد طب مامتها بقى بتقولها استحمل يا حبيبتي ده بيتك بيعملت مش هقبل انت استفزتيني ربا يارك كل الاهالي الاب يبقى زيح يا فؤاتي اللي هو ما تقبلش على بنتك حاجات اوفر ليه 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 عشان ايه عشان تبقى ست بيت الجدع انا اسف ويبقى انت راجل الاول عشان هاتبقى ست لازم يبقى فيه راجل الاول عشان انا مش هجاوس بنتي مش راجل انا اسف لو انت النهارده ما اقرمتش البنت دي ما اقرمتش ولاد الناس معاك لا تستحق ان انت تعيش معاك واحد ست النهارده ست بجد انت استفزتيني قوي انا مبسوطة انا استفزت يحيا في وقت فهيطلع بجد بجد انا النهارده كست انا ليه يا دور انا لازم اكون سليمة عشان اربي لك عيالك صح انا لازم اكون سليمة عشان اقدر اطلع الجيل اللي جاي ده مرتاح نفسيا يعني هل المسموح من الاب يعني دلوقتي حضرتك بتجوز بنتك اهو اي اب بتفرج عليه هل طبيعي اجيب عريس بنتي او اللي هو هيبقى جوزها اقول له خلي بالك مسئولياتك كذا ومسئوليتها كذا وما تشايلش بنتي اكتر من طايتها لان الاهالي بتساعد في الجريمة دي يا يحي الاهالي لما بتيجي تشتك البنت لما بعد كده تقول لها عادي منا ما شلت بتحسسها اللي هو ايه انا وانتوا صغيرين عملت كل حاجة ايه المشكلة فبتحس البنت انها بين نارين ارجع لبيت اهلي ما بيلوموني ان انا ازاي بمتزمرة واروح لجوز يقول لي ده طبيعي ايمان انا لما تقدملي عريس لبنتي انا قلت له حاجة واحدث لما قال لها انا عايز ايه ومش عايز قلت له ايه ومش عايز حاجة اجير حاجة واحدث تعرف يعني ايه راجل وزوج انا محتاج تفهم وتتعلم وتخش قرص وتتعلم خلينا بقى رشدة لاي حد يجي تقدم لبنتك او لبنتك اسمعوا الكلام وده انا 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 بعمله دلوقتي وبعمل حاجة كبيرة جدا لتعليم يعني ايه زواج ايه دورك ايه دورك في اول سنة ايه اللي يحصل تعمل ايه وايه ادوارك وايه اللي تقوم بي وايه هي دورها ولو حصل خلافات ايه اللي نعمله مع بعض قبل ما نوصل للمشكلة للاخر لو انت النهاردة شخصيتك النهاردة عصبي او انت متضايق وهي متضايقة ينفع نفصل عن بعض وينفع نتعامل مع بعض ايه دورك ايه الدور اللي بيقوم عليه راجل احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في المجتمع اني محطش عارف دوره لو جيت سألتك انت دورك ايه دوري اعمل واحدين ثلاثة اربعة خم زي اللي انت حكيت ايه طب ودوري ايه دوري ان انا اشتغل دي مش حياة وعشان كده في خلل بيحصل يا ايمان ودايما نقولك ايه ما انت مش حاسس اصلا انا غصبا عني اصلا انا مجبرة مفيش حاجة اسمها مجبرة احنا في يوم من الايام هنوفق قدام رب العالمين هيتسئل على ادوارنا مش ادوار غيرنا احنا هنتسئل على ادوارنا يا امان مش ادوار غيرنا احنا هنتسئل يا امان تاني على ادوارنا مش ادوار غيرنا ما للأسف الستات الستات في مصر شقيانة قوي يا يحي شقيانة وبتعدي انتو بتحبوا كده لا أنتوا صدقيني بقى هي واضح واضح إن هي بقى معلش بقى بيبقى أن الستات أنتوا بتحبوا الدراما بتحبوا تصعبوا على الناس خلاص ما تفوقوا لا بنحب نبقى شايلة بيتي وجدعة في بيتي وشايلة أولادي وست حنينا ومش مأسرة لكن حقيقة جدد إحنا بيتضحك علينا في بداية الجهاز أعمل دمع رجل أصيل أعمل دمع رجل أصيل ما لو عملنا كده تلت تربع البنات هتطلق لأن تلت تربع الستات أصلا شايلة أدوار غير أدوار أعمل ده تاني مع رجل أصيل يقدر وإنتي هتفهمي الرجل اللي معاك بيقدر ولا ما بيقدرش من أول اختبار أنا عملت ده وقدره شلهولي هشيله على راسي عملت ده وما تقدره أنا اللي بيديقني حاجة واحدة إن ما بتتقدرش مرة واثنين وثلاثة واربعة ولسه قاعدة تقولي أنا عارفة كده بالزبط أنا لو جرالي حاجة مش هيشلني على فكرة أنا لو جرالي حاجة هيجوز علي أنا لو جرالي حاجة مش هيعبرني على فكرة أنا لو جرالي حاجة هيسيب للبيت طب أنت يا عارفة ليه؟ ما هي مش عايزة تخرب بيتها يا يحيا مش عايزة تخرب بيتها ده خراب بيوت؟ على الأقل هي قاعدة والراجل قاعد وسط ولاده يعني إحنا دايما كمصريين يقولك إيه كفاية إن الراجل يبقى موجود في البيت وخلاص أمني لعي العاطفة بقى آه العاطفة حلو تعالي بقى نتكلم في العاطفة والتوازن في فرق بين إن أنا نكون عاطفي قوي لحد ما تضر وتأذي وفي فرق بيني نكون عندي توازن أنا بكلمك توازن أنت بكلمين عاطفي أنا بكلمك توازن توازن يعني إيه؟ هنا صوت العقل وأنا برد بصوت العاطفة لأ أنا صوت العقل والعاطفة مع بعض بستقصد دايما نستطيع تقولك بيتي وولادي ده بقى الإكستريم ده الإكستريم برافو عليك هنا بقى نجعنا لأساس الحلقة إن أنا النهاردة بين عملي وبين عاطفي مع بعض أنا بدي حب ومشاعر واحترام واحتواء وفي نفس الوقت أنا مش هقبل توجع في العلاقة دي أنا مش هقبل ت paian في العلاقة دي أنا مش هقبل ما تقدرش في العلاقة دي عقل وعاطفة لكن ولا عقل زيادة عن لزوم ولا عاطفة زيادة عن لزوم للأزى يمان لما نتئزي لازم نمشي لما بنتئزي حياتنا كلها ببوز لازم نمشي وبنأثر على ولادنا وبنأثر في حياتنا بتبدل مسيرة من الأوجاع والتضحيات والأسى والله بسميها مسيرة من الوجع والأسى وعشان كده بيحصل إيه بيحصل أمراض بيحصل خلل العيال بيطلعها متدمرها نفسيا بسبب شافوا خلل في البيوت وفي الآخر لا إحنا عادينا عشقات العيال لا العيال مش كده دور الستة ودور الراجل في دقيقة طيب دور الراجل المسئوليات الأساسية بتاعت الزكورة اللي هي بتاعت الراجل بتاعت الذكر اللي هي اللي هي مصاريف اللي هي رعاية اللي هي اهتمام اللي هي تقدير اللي هي سند اللي هي منها حاجة مهمة قوي 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 إن الستة تبقى عايشة في أمان الطمأنينة يا أمان للستة واللعيال أنا مطمنكم دي من أهم الحاجات اللي لازم الراجل يعملها بقياً كان الشكل صح الستة أي حاجة بعد كده بقى الستة فيها احتواء فيها احترام فيها تقدير فيها النهاردة الدعم الدعم للزوج الدعم للعيال الخلق بيئة كويسة هادية محترمة جوه البيت فيها عاطفة وفيها حنية هي التوازن من أجمل البلاد اللي عندنا المحافظات اللي عندنا دهب عارفة ليه دهب جميلة؟ دهب جميل عشان فيها التوازن فيها الجبل وفيها البحر فيها توازن عشان كده البيت المتوازن الراجل اللي بيشقى وبيتعب وبيراعي وبيربي وبيسند معها واحدة ست بيت طبطب والحنية ورومانسية يحيا فؤاد أنا بشكرك جداً على وجودك معنا النهاردة وقديه بتبقى جرعة دسمة أنا أسفى استفزيتك بس يعني أنا بحب الاستفزاز ده مشاهدينا يعني في نهاية حلقتنا حب أقول يعني يمكن يحيا قال كلمة في النهاية اللي هو الأمان أنا بعد سنين وسنين وسنين شفنا مشاكل وعشنا مشاكل وشفنا جوازات وشفنا انفصالات وشفنا كل حاجة حقيقة دلوقتي لما بحب أنصح أي بنت جاية تتجوز أو أي ستة لسه بتتجوز أقول لها دواري على الأمان الفلوس بس مش كفاية الشقة بس مش كفاية مش كفاية أنه أنت حسن أنت بتتنططي بتروح وبتسفر وبتقول الله دعمي لي كل حاجة مش كفاية لما بتحسي أنه فعلا عندك سند سند وأمان تبقي نيمة ومتطمنة أن الصبح مش هيخونك ولا يسيبك ويمشي تبقي نيمة على المخدة وانت عارفة أن في يوم الأيام لما تجبري وتعجزي هو قاعد جنبك الأمان لما حسي أنه بعد الشر جالي مرض أو حاجة ألاقي جوزي جنبي ماسك إيدي وأنا باخد جرعة الكيماوي ولا قاعدة بتعالج ما حسش أن أنا إيدها وأنا أبقى الوحدي وأنا أعيش لما أجبر أبقى الوحدي بعد ما كل الحاجات اللي أنا أديتها وأنا صغيرة بعد كل التضحيات اللي أنا عشتها وربيت وكبرت وصرفت يعني لازم ندور على الأمان الأمان أهم كتير قوي يعني لازم يكون في حب بس الأمان عندي أهم من الحب يعني ممكن يكون بيحبيني بشكل عقل العقل بس مديني الأمان فده أشيله على راسي فبلش نجري وراء الأنوار الملونة ونسيب أهم عواميد الحياة وهي الحب والاحتواء والأمان والست تبقى ست والراجل يبقى راجل لازم تبقى دورك ومسكة فيه زي ما احنا مسكين بنجحنا ومسكين في شغلنا وأنا ست نجحة لازم تبقى مسكة في أونستك إيه وهي راجل يضيع لك أونستك لازم تبقى مسكة في أونستك كده بإيدك وسنانك أنا هبقى أونسة وهفضل أونسة جيش راجل يضحك عليك ويلبسك جنبية الرجولة لا أنا أونسة وإنت راجل فطول ما الأدوار سبتة طول ما أنت هتبقى مرتاحة وسعيدة شوفكم الحلقة الجاي إن شاء الله